سعيد رئيس الجمهورية اللقاء الحقيقة لم تتبعه ولم تعقبه بيانات أعلامية مستفيدة مفصلة في علاقة بمضمون اللقاء والحوار الرئيسي اكتفت بتبين سياق دعوة الرسل الغنوشي تقول أنه بمناسبة العيد الجيش الوطني حركة النهضة أو صفحة الرسل الغنوشي اكتفت بذكر أنه اللقاء دار في أجواء إيجابية لكن الثابت أنه فما تكتم من الطرفين عن مضمون الحوار ومضمون اللقاء هل هو التكتم اللي يعني يدل على عقلانية وتأني وربما عدم تسرع في الإفصاح عن مضامين الحوار حتى ربما لا تفسدها التدخلات والمحاولات الإرباك ربما وهذا مشروع سياسيا سيا حبيب كيفاش فهمت هذا التكتم وعليش اليوم تكتموا الطرفين ولأنه عندكش ربما خلال مصادرك أو ربما خلال طلاعك فماشي هل هناك ما رشحة أو سربة عن مضمون هذا اللقاء أولا بالمعنى السياسي والديمقراطي للكلمة هذا التكتم غير مقبول الحقيقة لأن هذا لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بعد ستة أشهر من انقطاع العلاقة بين هتين المؤسستين بين رأسي هتين المؤسستين ومن أسباب الأزمة التي تعاني منها البلاد جزء كبير منها من الأزمة السياسية واللي انعكست بطبيعة الحال اقتصاديا وصحيا جزء منها هذا الجفاة وهذه العلاقة المتوترة بين رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبالتالي فمن غير المعقول أنه التوانسة المواطنين الشعب التونسي ما يعرفش شنوع اللي صار بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ما هوش حدث عادي ما تقابلوش باش يشربوا قهوة ما تقابلوش باش يشربوا كستاي هما تقابلوا بعد أزمة سياسية مطولة تم فيها تبادل خلونا نقول معناها وجهات نظر مختلفة بين الطرفين تم فيها تبادل سباب مباشر أو غير مباشر تم فيها تحميل متبادل للمسئولية والتوانسة كانت هذه العلاقة المتوترة بين المؤسستين تضغطه على نفسية المواطن التونسي وعلى إحساسه بأن بلاده ما هيش في وضع آمن يعني وقت ليبدأ تم عرشة داخل مؤسسات الدولة وصلت إلى درجة تبادل الاتهامات هذا أمر ما كانش مريح للمواطن التونسي وبالتالي فإن لقاء بهذا الحجم وبهذه القيمة وبهذه الأهمية وفي هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلاد اللي تمر فيها بوضع اقتصادي وصحي تقريبا خطير خلينا نقولوا باش ما نقولوش حاجة أخرى لقاء كما هذا كان يجب أن يصدر عنه توضيح وحتى الرئيسة تعودت أن هي ربما تنشر مقطع فيديو على صفحتها يوضح ولو جزئيا جزء مما دار بيانتهم من حوار لكن المرة هذه ثم تكتهم تيم حيب عجلة مع تف السابق كان هناك بيانات وبلاغات وفيديوهات ربما هي يعني مختارة تنزلها صفحة رئيسة الجمهورية وشفنا ربما الأمين العام الاتحاد عمس الشغل في أكثر من مرة يخرج ببشر التونسة باقتراب الحل واقتراب نهاية الأزمة ثم يحدث في الكواليس أمور وأشياء تفشل مسار ربما الحل اليوم اختارت الرئاسة ورئاسة البرلمان التكتب نعم عن مضمون مجرى ربما حفظا للاتفاقات وحماية لها أنت قلت بأن الرئاسة تعودت بهذا الأمر يعني تعودت جيب لنا رئيس الجمهورية وهو يخاطب من يحضر معه وتعطينا وجهة نظر الرئاسة وإحنا من خلال هكالكلام متاع رئيس الجمهورية الذي ينشر مكتوبا ومرئيا ومسموعا نحاول أن نستشف ما دار بينه وهو بين الضيف الذي يستقبل وهذه المرة مش فقط ما ثماش فيديو وإنما هذه المرة جملة جافة ما فيها حتى معنى وما فيها تقريبا حتى يعني حتى بالمعنى الإعلامي للكلمة هي لا خبر مثلا ماش خبر هناك سببان قد تكون أخطر في بعجلة لأنه لما رشد الغنوش يكون استقباله حسب رئيس الجمهورية سياق استقباله هو دعوته لليوم الوطني للجيش أو العيد الوطني للجيش لكن نعرف أنه الدعوة كانت بعد وساطة قام بها لطفي زيتون ومحاولة ربما لتقريب وجهة نظر بين الرجلين يعني أنا في سياق الخبر المغلوط هناك زود افتراضات أولا ساعة اليوم يحضر رئيس مجلس النواب ويبدو أن رئيس الحكومة لم يكن حاضرا في الاحتفال لا كان حاضر كان موجود حاضر حاضر لكن الحواج لم يشارك في الحواج لم يلتقيه معناها على جنب كموقع مع رئيس مجلس النواب وعادة عادة بروتوكوليا يعني بعد ما يحضروا الموكب العام طبعا يكون ثم حديث ثنائي بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته وبين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وذلك كان هذا ضمن ما هو بروتوكوليا اثنين يبدو أن الأمر تم بإما بشروط من الضيف بمعنى أننا أمام لقاء اشترط فيه رشد الغنوشي أن لا يكون أو لا أن لا تكون التغطية الإعلامية كما سبق أن كانت تكون يعني في القصر وقت اللي كان رئيس الجمهورية يقابل ضيوفه والفريق الإعلامي داخل القصر يصور خطاب رئيس الجمهورية ويمانجو وبعد يخرج وهو يدرس على ضيفه من غير ما نسمعه من الطرف المقابل حتى رد فعل هل إن راشد الغنوشي رفض هذه الصيغة؟ هل أن هناك اتفاق على أنه في آخر الأمر من حاولوا من خرجوش حتى لين تتجدد اللقاءات ونوصلوا إلى اتفاقات؟ أم أن الأمر فعلا كما يقول البلاغ لم يكن أكثر من محاولة لكسر الجليد بين ضفرين وهذا كلام اسمعناه معناه من بعض المعلقين السياسيين يعني المعلقين من المشهد السياسي بعد أكثر من ستة أشهر بدون لقاء بين الرجلين أن هذا اللقاء تم فيه كسر الجليد وتحدثوا وحكاهوا مع بعضهم وكهو وبعد ربما يبنى على ذلك في مرحلة القادمة أو والافتراض هذا الأخير وأنهمه أن هذا اللقاء لم يفضي إلى أي تطابق في وجهات النظر وبالتالي لم يرى رئيس مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية أن يصدر فيه أي تطابق وبالتالي مفهمة حتى موجب أنه نسمع كلمة إيجابية جدا من طرف ربما حركة النظر في علاقة بهذا اللقاء مونغيزة معلومة أو معطى مهم جدا أنه هشام المشيشي رئيس الحكومة يكون موجود في الاحتفال بليوم الجيش الوطني ولكن لا يدعى إلى اللقاء أو ربما لا تنشر صورة رئيس الجمهورية ربما بصدد التحاور أو التشاور مع إيجابية مشيشي أثناء تواجد رشد غنوشي هل أنه حوار رشد غنوشي مع رئيس الجمهورية كان محوره إيجابية مشيشي بالتالي ربما تغييبه أو غيابه هو تغييب لأي محاولة التأثير على مسار الحوار بين الرجلين أم أنه ربما كما قال حبيب عجيلا المسألة كانت فقط إذابة جليد بين الرجلين دامة لمدة 6 أشهر اليوم هي الذكرى الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاف الجيش الوطني إذن السيد رئيس الحكومة وسيد رئيس البرلمان وسيد وزير الدفاع الوطني لقعوا دعوة من السيد رئيس الجمهورية لحضور هذه الاحتفالات إذن عليش نقول في الكلام هذا ينفكر فيه لضحف النظرية التي تقول أن هذه الدعوة كانت بعد وساطة لطفيزيتون وهذا اللقاء كان على إثر وساطة لطفيزيتون بوساطة السيد لطفيزيتون أو بغير وساطته كان السيد رئيس البرلمان وسيد رئيس الحكومة سيكوناني حاضرين اليوم في الذكرى 65 للجيش الوطني إذن فم حاجة جديدة جديد أنه حسب رئيس الشعيبي رئيس الجمهورية هو من دعا رشد الغنوشي إلى لقاء ثنائي وقتينش هذا يسار؟ ولماذا لم يكن فيه سيد شامشيشي أو أي مكون أخر؟ اللقاء بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رشد الغنوشي ما كانش قبل الاحتفال أو أثناء الاحتفال وإنما بعد الاحتفال السيد رئيس الحكومة كان محنش غالطين غادر لأنه كان عنده لقاء ثاني مع الكتل الداعمة للحكومة فيما يخص موضوعته نحكيه عليه في الراوند الجاية لماذا اللقاء هذية لساعة؟ ويا أحمد كي ترجع للصفحات الرسمية لرئيس الحكومة ولسيد رشد الغنوشي ولرئيس الجمهورية تكتشف مثلا أنه على صفحة سيد رئيس الحكومة نبدأ بسهي شيء مش شيء بما أنك انت قلت غايب مش لقاو جملة كما قال حبيب لا لون لا طعم لا رائحة لها مكتوب فيها الاحتفال بالذكرى 65 لانبيعات الجيش الوطني ومعها علم تونس والصورة لم تكن من القصر ولم تكن للرئيسات الثلاث وإنما هي صورة للجيش الوطني وكان ذلك هو الخبر الوحيد المتعلق بالذكرى هذه على صفحة رئيس الحكومة ما تلاه من أخبار المتتالية كان وكأنه رسالة على وجود مسار احنا مازلنا ماشين فيه الكتلة الداعمة للحكومة الصور كثيرة بما فيها قيادات النعضة هذا فيما يخص السيد هشام ماشيشي فيما يخص السيد راشد الغنوشي إذا حضوره اليوم لو كان أنا تقولي أنا مش نعمل دعوة دعوت السيد راشد الغنوشي على الخطر أحنا نحبه نحكيه جديا في إذابة الأزمة نقول لك موش اليوم يا أمس يا غدو أحمد هيك هي الدعوة التي توجه مباشرة لهذا أنا اليوم جاي بطبيعتي الاحتفال يعني الرئاسة تعمدت هذه الضبابية في تفسير سياق الدعوة يمكن الطرفين وهذا ما يفسر كذلك حتى لا يكون لقاء مخصوص يعني ليس هناك لقاء مخصوص احنا مشينا اليوم في نطاق الذكرى 65 للجيش الوطني في آخر الاحتفال عملنا القاعدة هذك وهبط فيها جملة صغيرة وتدرس الوضع العام بالبلاد نفس الجملة الهنا نفس الجملة الهنا غياب الفيديو الشهير أنا نفكر ومثالش ونفكر وناس تسمع فينا أنا آخر لقاء اللي كان في حاضر سيد راشد غنوشي وسيد يشام مشيشي وحد علمين وحد علي سار وسيد إيجي موريا في الوسط كانت تقريبا منذ أشهر في جنفي ورينا قديرا حوله كثير من الجدل وخصة رئيس البلرمان قديرا كان مقلق برشا من وسلوب التعامل وسلوب التعامل هذك يمكن يكون فعلا فما طلب إلى أنه ما تصيرش فيديو شوفنا رئيس الحكومة طلبت قبل ربما اليوم رئيس البلرمان كذلك فما ناس تقول تكتم لستوا مع نظريات تكتم أنا مع نظريات إلى حد هذه الساعة لا جديدة يذكر ما نتوقعش أنه صار آآ كلم أدى إلي قرارات في آآ موقع إذاعة شمسة فيم أنه مصادر مقربة جدا من راشد الغنوشي اللقاء كان إيجابيا جدا شو معناها إيجابيا جدا شو معناها إيجابيا جدا معنا ما تعاركناش معناها أذبنا الجليد أما أخذينا قرار هذا إيجابي جدا أنه الرجلين لم يتخصم ليس ما تحكيش مع بعضها راهو راهو الناس لكم نقول لك حاشي نحكي معاك أنا رئيس برلميل أنت ما تنادي ليش ما نديت ليش معناها أليس من الإيجابي جدا اللي إحنا اليوم قادنا على نفس الطاولة أنه يكون إيجابيا جدا مش معناها تم فيه اتخاذ قرارات أنه تم إذابت جليد أكيد طبعا أما نحو أنه تخذيت فيه قرارات وقربنا وجهة النظر وعملنا هيك خريطة الطريق إحنا طوشنا مش نعمله لا أعتقد ذلك واضح سي عبد الكريم يعني في الأيام أو في اليومين الذين سبق لقاء راشد الغنوشي برئيس الجمهورية قيس سعيد شفنا مجموعة من الترتيبات ومجموعة من التسخين السياسي أو الشحن السياسي ربما في تجاهات معينة قامت بحركة نهضة منها أتأكيد على أنه الحكومة السياسية برئاسة شمشيشي قد تكون إحدى المنطلقات التي ينطلقوا أو يبنى عليها حوار رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس نواب الشعب شفنا حملة إعلامية وخروج إعلامي متزامن من طرف عديد القيادات لحركة نهضة تدفع بهذا الاتجاه يعني كنا ننتظره اليوم على الأقل نفس القيادات أن تحكي على موقف رئيس الجمهورية من هذا الطرح هل هو متحمس يعني مع هذا طرح منه معارض ورفض ليه نلقاو بيانات شكلينية فقد تشير إلى إيجابية الجو العام للحوار شوف في قبل المقابلة متأكود قدم هامة جدا تخرج تصريحات من هذا الطرف أو من ذلك فيها توجيه اثرش بيش تلقى بيش تتغطى كيف ناخذين التصريحات أنا من وقت اللي وقع الآلين على حجب الحوار في قناة حنبال همت أنه ثم منحق آخر يقوم على الكتمين يقوم على الكتمين دليل عديد لك أنه مخرج شيء احنا نتوقع متفقين على أنه الأخبار شحيحة جدا شو قاعد ينعنه يا أما في تصورات استقرائت لما قد يحدث أو طرح حاسلة أنا خذيت الجانب الثاني بيش نطرح حاسلة متسائل ما نحن زي ما في اللقاء هدايا مثلا رئيس قيسعيد وسيد راشد الغنوشي يحكيوا على الكورونا هو الوضع خطير جدا رأو أحنا على كل حال جزء من الوضع العام بالبليد جدا رأو احنا مقبلين على ألعاب أولمبية صيفية فيها الصين وفيها هنجلاتيرا وفيها الهند وتو البرازيل والأخصانيين يقولوا أنه المرحلة خطيرة جدا موجة جاي بيش يكون خطيرة جدا عليش قلت زعم حكيوا لأنه بالنسبة لي أنا هذي أولوية من أولويات معناها الشعب التونسي حكيوا زعم على مجموعة من المواضيع اللي صرت في الأيام الأخيرة معناه واتهم الحياة اليومية متاع المواطن في جانب أبنه وفي جانب خبزه لأنه توصنا في بعض الجهات لخبز لظولة ما ونجم أن جاوبك سيد عبد الكريم أنه ليس من صالحيات الرجلين أنهما يحكيوا في مساء الترتيب والتسير اليومي للدولة ولحياة المواطنين هذه ربما يصالحيات أغلبها عند الحكومة معناة أغلبها تتبع وزارات يعني في حكومة رأس هيشان مشيشي يعني الأصل في الشي تطرح هذه الأسئلة على هيشان مشيشي أكثر منه على رأس الغنوشي أو على قيس سعيد لنأخذها من زاوية أخرى السيد قيس سعيد عنده صدقاته السيد رشد غنوشي عنده صدقاته نتصور أنه يحكيه على الكورونا يحكيه من جانب أنه أنت من جماعة متاعك شنجم نجيب تلقيح التونس والآخر كيف كيف لأنه في الأخير معناها رهو الكورونا جزء من الأمن القوي في التونسي وبالتالي نشوف أنه معناها موضوع أهم جدا أنا مش نكون معناها قاتم ومتشائم نذكر ممثلة قديمة في تونس يعرفها كيدا حبيب دا لندا عبده أي لعندها أمي فونا وعندها أهناني أهناني أحميداته عاد كانت ربي يشفيها ربي يشفيها حالة صحية ما هيش عاد كانت كفيش ترجع منها على حميداته ترجع لي نقول له نحن بالدك فهمتين يحكي يحكي وبعد تعمل له يذنوبي 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 على كل حالة قلت مش نكون متفئل ينعش يذنوبي هذي تفئلهم تاكس مو باش ما نقولش حوي جخرة أتعص باي سياحبيب يعني اليوم راشد الغنوشي ذهب إلى قيسعيد أكيد لم يذهب يعني بصفر توقعات وبصفر أطروحات وبصفر أليات تفاوض وضغط وأقناع نفس الشي بالنسبة لرئيس الجمهورية اللي هو يعني ينتظر نوع من الطرح السياسي اللي باشتقدمه حركاتنا ولي أعلنت عليه كما قلنا حكومة سياسية يرأسها يشام المشيشي يعني ليس من من هتنقول من التقصير في حق الرأي العام وفي حق الطبقة السياسية اللي تنتظر في حق البلاد في حق حق الناس في المعلومة انه اليوم نخرج بصفر صفر معلومة من هذا اللقاء يعني حتى أنصاف معلومة ما فاماش علاش شنو ما هي الغاية الغاية انه تحييط كل الطبقة السياسية كل الرأي العام على النقاش الذي يدور بين الرجلين وكأنه بنفس مناخات باريز 2014 شوف هو هو خلينا نكونوا واقعيين في تحليلنا اللقاء في حد ذاته اللقاء في حد ذاته حدث مهم كسب حتى لو لم يكن فيه اتفاقات او نقاش مفصل علاش ايجيبي اي لأنه جوهر الأزمة السياسية في البلاد على امتداد الستة أشهر الماضية كان قائم على تخاطب غير مباشر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ظن البعض فيه كانوا بفترين لبعضهم وثم امكانية معناها ظن البعض أنه رئيس الجمهورية وجه رسائل يعني والصواريخ اللي كان يوجه فيها التأويلات كانت الكلها تمشي إلى أنه هو المقصود بها راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة عندما يتعلق الأمر بالغرف عندما يتعلق الأمر بالتآمر عندما يتعلق الأمر بالتواطئ مع الفاسدين عندما يتعلق الأمر بتنازع الصلاحيات ويحب في كل صلاحيات إلى خيره كان الجميع يذهب يؤول ويؤول على أن المقصودة فعلا هو رئيس حركة النهضة عندما كان رئيس الجمهورية يتكلم عن الهم يعني الطرف المقابل له يعني الفصطات المقابل الجبهة المقابلة جبهة الشر المقابلة له كان الجميع يذهب إلى أنه المقصود بها طبعا راشد الغنوشي لأنه في آخر الأمر حشام المشيشي بين ظفرين الذي يصفه رئيس الجمهورية بأنه خان الأمانة خيانة الأمانة بين ظفرين والخروج من طاعة أو من جلباب رئيس الجمهورية عند قيس سعيد كانت بالذهاب إلى جلباب آخر وهو جلباب حركة النهضة والحزام البرلماني إذن اليوم لقاء رئيس الجمهورية مع راشد الغنوشي هو في آخر الأمر وكأنه إسقاط قبل كل شيء لكل هذه التأويلات السابقة هاو سيدي تقابل مع راشد الغنوشي النجمه نقوله راشد الغنوشي مش هو المعني بالعداء لقيس سعيد دونك احنا تجاوزنا مرحلة لكن أنه يستقبل راشد الغنوشي بعد ثلاثة وأربع أشهر من مراسلته رسميا من تراسل مش ما بالشعب يطلبه لم يعود دونك معناها ثم خطوة مهمة وكعلاش أنت تقول قيادات حركة النهضة طبعا قيادات حركة النهضة سيعتبرون الأمر إيجابيا لأنه في آخر الأمر باش يكسر عملية استقطاب مفروض أو يتمعشوا منها أطراف أخرين ماذا بعد هذا اللقاح ببعجيلة تجاوبني بعد رفع